بهدف تعزيز قدرتهم المعرفية والدفاعية لمواجهة التحديات التي تعرق الأمن والسلام في البلاد جاء نهاية الدورة التدريبية التي نظمت للصالح عناصر من قوات الشرطة والدرك الوطنيين أدم حنف فاضل والمزيد من التفاصيل إن الدول الإفريقية تنتظر الكثير والكثير من الجوانب الهامة والعاجلة فيما يتعلق بالسلام ومعالجة الأزمات بكل أشكالها علما بأن هناك مشكلات باتت تهدد الأمن والسلام ليس في دولة بحد ذاتها فحسب بل يتعداها ليشمل معظم دول العالم وهذه المشكلات محصورة في الإرهاب وسائله وتجمعاته وعليه فإن هذه الدورة الخاصة لقوات الدفاع والأمن المعنية بذلك وهي البعثة التي تقوم بإرساء الأمن والسلام على الصعيدين الدولي والإقليمي وأوضح الأمين العام لوزارة الأمن العام والهجرة ماسيرات جمادوم وسست منذ عام 1999 بساحل العاجوة في عام 2002 نقلت إلى بماكو العاصمة المالية كما أنها دربت الكثير من رجال الشرطة المدنية والعسكرية لدول إفريقيا وتعد هذه المدرسة المرجعية في مجال التدريب من أجل حفظ السلام دورة شارك فيها خمسين مشاركا ومشاركة من قوات الدرك الوطني ورجال الشرطة الوطنية يطلقى كل منهم تدريبات على يد ضباط ماليين علما بأن هذه الدورة قامت بها الحكومة الشادية بالتعاون مع الجمهورية الفيدرالية الألمانية